بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مبارهنة القيم المتوسطة وحلول المعادلات للثالثة ثانوي حيث أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة سير واقتصاد لأنه تملين رائع من خلال نفهم مبارهنة القيم المتوسطة حيث قال أف دالة عددية معرفة على أر يعني من ناقص من النهاية إلى زائد من النهاية بالعبارة أف لإكس تساويين إكس مكعب ناقص ثلاثة إكس زائد واحد واحد قال أدرس تغيرات الدالة أف ثانيا قال بيّن أن المعادلة أف لإكس تساويين سفر تقبل ثلاث حلول ثم أعطي حصن بتقريب إلى عشر قوى ناقص ثلاثة للحل الذي ينتمي إلى المجال من ناقص إثنان إلى غاية الناقص واحد إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول حيث قال أدرس تغيرات الدالة أف إذن نكتب هنا عنوان دراسة تغيرات الدالة التي اسمها أف لما يقول أدرس تغيرات ننطلق بالنهايات ثم المشتقة وإشارتها وجدول التغيرات أما إذا قال أدرس اتجاه التغير فيكفينا المشتقة وإشارتها تنفهم جيدا إذن ننطلق أولا بإذا قلنا ألف النهايات إذن ننطلق بأول نهاية نحن عندنا ماذا قال قال أن دي أف تسوينا أر وكلمة أر يعني من ناقص ما لنهاية إلى غاية الزائد من النهاية ننطلق بالنهاية الأولى اللي هي لميت أف لإكس لما إكس يقول إلى ناقص ما لنهاية العبرة هذه هي دل كثير حدود فتقول القاعدة نأخذ نهاية أكبر حدل هي لميت ماذا إكس مكعب لما الإكس يقول إلى ناقص ما لنهاية هكذا تصبح لنا إذا جئنا إلى هنا نقول ناقص ما لنهاية في ناقص ما لنهاية في ناقص ما لنهاية ما يتعطينا كم تعطينا ناقص ما لنهاية الآن نأتي كذلك عند زائد ما لنهاية لميت أف لإكس لما إكس يقول إلى زائد ما لنهاية نفس الشيء تصبح لنا نهاية أكبر حدل هي لميت إكس مكعب لما إكس يقول إلى زائد ما لنهاية لما نأتي إلى هنا نقول ما لنهاية في ما لنهاية في ما لنهاية ثلاث مرات تعطينا زائد ما لنهاية الآن بعدما أنهينا مع النهايات نأتي الآن إلى المشتقة نكتب هنا المشتقة واشارتها يعني دراسة اشارتها ننطلق نقول هكذا نقول الدالة اف كيف هي قابلة للاشتقاق على مجال التعريف اللي هو ار وتصبح لنا اف فتحة ل اكس تساوي اذا المشتق هذه الدالة هذا ينزد تصبح لنا ثلاثة هكذا ثلاثة اكس مربع ناقص مشتق ناقص ثلاثة اكس اكيد هو ناقص ثلاثة ومشتق هذا الثابت هو واحد نأتي الآن نقول اف فتحة ل اكس تساوي السفر اي ماذا اي ان هذه العبارة هي التي تساوي لنا السفر معناه ثلاثة اكس مربع ناقص ثلاثة يساوي السفر اذا نقلنا هذا الى هنا تصبح لنا ماذا تصبح لنا ثلاثة اكس مربع يساوي لنا ثلاثة ومنه اكس مربع يساوي لنا ثلاثة على ثلاثة لان هذا ينقل إلى هنا. تصبح لنا كم. تصبح لنا واحد. ما هو العدد الذي إذا ضرب في ناس يعطينا واحد. اكيد. اما ٧ يس...... subtitles pre-1 أو ل. لأن لو جاءنا مثلا ١ مربع يسلح لنا ڤ. فنقول ١ يسعلنا ڤ. ٤. فنقول ٥ يسعلنا ڤ. ٩ أو ٤ الذي هو يعطينا هنا اثنان وهنا نقص اثنان. هنا كذلك نقول جذر واحد. الذي هو جذر واحد هو واحد وناقص جذر واحد الذي هو نقص واحد. الآن بعدما وجدنا القيم التي تعدم المشتقة نأتي الآن إلى وضع جدول الإشارة للمشتقة لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن هكذا ثم نأتي إلى إنشاء الجدول ودائما أنصحكم باستعمال الأدوات المدرسية حتى تكون أمركم جد واضحة إذن هكذا ثم هكذا نكتب هنا X وهنا نكتب من ناقص مالا نهاية إلى غاية الزائد مالا نهاية هكذا ثم نأتي الآن لنكتب هنا F ماذا؟ فتحة لX أين قلنا تنعدم إن عدمت عند الناقص واحد وعند الواحد إذن نضع هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام معناه هنا المشتقة عند الناقص واحد يسوي الصفر نأتي الآن إلى المشتقة إنها ها هي إنها عبارة من الدرجة الثانية العبارة من الدرجة الثانية تقول قاعدة هنا نفس خارج مجل الجدول وهنا عكس عكس ماذا؟ نفس هذا العدد المضروف في الX مربع إنه كم؟ إنه من هنا زائد ومن هنا زائد ومن هنا ناقص لماذا؟ لو كان عندنا هذا ناقص لا كتبنا هنا ناقص ناقص وهنا بالداخل زائد حتى تفهموا جيدا الآن بعدما أنهينا مع هذا نكتب تلك الكلمات اللغوية لأنها مهمة جدا نقول هكذا نقول الدالة كيف هي؟ متزايدة تماما على المجالين من هم المجالين؟ من هنا إلى هنا متزايدة ومن هنا إلى هنا متزايدة معناها المجال الأول من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد أو نتركه حتى هنا مغلق والمجال الأخر هو من الواحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية وماذا؟ ومتناقصة تماما على المجال ماذا؟ على المجال من ناقص واحد إلى الواحد هكذا وإذا تركتم هنا مغلق لا يحدث شيء لأن الدالة قابل الاشتقاق ومعرفة عند هذا القيم فقط أبنائي بعدما أنهينا من هذا الجزء أكيد سوف نأتي الآن إلى جدول التغيرات وهذا كله تابع إلى أدرس اتجاه أدرس تغيرات الدالة إذن نأتي أبنائي إلى جدول التغيرات نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F أكيد على R إذن هنا عندنا جهة أخرى التي هي اسمها F لX لها مجال الصور عندنا هنا متزايدة معناها نصعد هكذا ثم عندنا متناقصة ننزل هكذا ثم عندنا متزايدة نصعد هكذا عندنا الآن وحسبنا النهاية عند الناقص ما لا نهاية وجدناها ناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية وجدناها زائد ما لا نهاية هنا نحسب صورة الناقص واحد بدل F يعني F لناقص واحد أف لناقص واحد تصنينا ناقص واحد مكعب ناقص ثلاثة في ناقص واحد زائد واحد الناقص واحد في الناقص واحد في الناقص واحد وهنا الناقص واحد في الناقص ثلاثة تصبح لنا ثلاثة زائد ماذا؟ زائد واحد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كام تصبح لنا ثلاثة هذا الجزء الأول نأتي كذلك إلى أف لواحد يصبح لنا واحد مكعب ناقص ثلاثة في واحد زائد واحد تصنينا واحد في واحد في واحد ناقص ثلاثة زائد ماذا زائد واحد هذا مع هذا يعطينا اثنان اثنان ناقص ثلاثة انها ناقص واحد هقد الآن امتلئ جدول التغيرات وانتهت ادرس تغيرات الدالة بعدها نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده اذا نأتي ابني إلى هذا السؤال الثاني الذي هو هدف هذا الفيديو أو عنوان هذا الفيديو بالدرجة الأولى قال بين أن المعادلة Fx تساوي السفر تقبل ثلاث حلول وهذا سؤال كثير تداول للبكالوريات لشعبات العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبات تسير كل سنة له نصيبه في الدول لهذا عليكم أن تفهم ومرة يأتي أنه بصيغة الاكثر استعمال هو بين أن المعادلة Fx تساوي السفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث يعطي لك ألفا محصور في ما جاء أما هنا جاءنا بصيغة تبين أن المعادلة Fx تساوي السفر تقبل ثلاث حلول إذن أركزوا جيدا أولا نكتب ثانيا البرهان أن المعادلة التي هي Fx تساوي السفر تقبل كم ثلاث حلول أركزوا جيدا أمر جدا بسيط لو نلاحظ الآن أبنائي إلى ها هي Fx يعني قيم Fx تكون في هذا المكان هكذا كما أقوم بالتحوض لاحظوا Fx تساوينا كم تساوينا السفر لو نلاحظ من ناقس ملنه لو نصعد إلى غاية ثلاثة هل نصادف في طريقنا السفر؟ نعم لأن من العدد السالب إلى العدد المجب أكيد سوف نصادف السفر ثم لو نأتي من الثلاثة وننزل إلى ناقس واحد هل نصادف سفر؟ نعم نصادف سفر ثاني ثم من الناقس واحد نصعد إلى زائد ملنه هل نصادف سفر؟ نعم لأن ما بين السالب والمجب يوجد سفر كم يوجد لنا من سفر؟ واحد اثنان ثلاثة يقول أحدكم وهذا لا يا أبني هذا غير تابع له هكذا إذن كم يوجد لنا من صفر ثلاثة إذن للمعادلة ثلاث حلول لكن كيف يتم البرهان إذن بما أن قلنا ثلاث حلول نقول ألف نقول بما أن الدالة أف كيف هي مستمرة أولا مستمرة و نأتي الآن إلى الشطر الأول من هنا إلى غاية هنا لأنها هو صفر الأول نقول بما أن الدالة أف مستمرة ومتزايدة تماما على المجال الذي هنا المجال رقم واحد من الناقص مالا نهاية إلى غاية ماذا إلى غاية الناقص واحد هذا الأمر الأول وعندنا لميت أف لإكس لما إكس يقول إلى ناقص مالا نهاية هي ناقص مالا نهاية وعندنا أف لناقص واحد كم يساوي يساوينا ثلاثة فإن ماذا فإن سفر ينتمي إلى المجال من هو المجال هو من ناقص مالا نهاية إلى غاية الثلاثة دقيق أرجوكم نقول حسب مبرهانة هكذا القيم المتوسطة فإن المعادلة أف لإكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا هذا ينتمي من المجال من الناقص مالا نهاية إلى غاية الناقص واحد هذا يا أبنائي ليس الإجابة على كل تمرين إنما على الحل الأول لهو المجال من ناقص مالا نهاية إلى ناقص واحد نأتي كذلك الآن من الناقص واحد إلى غاية الواحد بنفس الطريقة نأتي قلت إلى با كذلك نفس الشيء بالنسبة إلى با نقول بما أن الدالة أف كيف هي مستمرة أولا و كيف هي من المجال الثاني من هنا إلى غاية هنا إنها كيف هي متناقصة تماما دقيقوا جيدا إذن متناقصة تماما على المجال لهو من ناقص واحد إلى الواحد وعندنا ماذا وآف لناقص واحد تساوينا ثلاثة وآف لواحد تساوينا كم تساوينا ناقص واحد فإن ماذا فإن الصفر ينتمي إلى الصور من ماذا من الناقص واحد إلى الثلاثة هكذا يعني الصفر ينتمي إلى الصور إلى الصور انظروا ينتمي إلى مجال الصور يعني عندنا هنا الثلاثة وهنا النقص واحد يحذروا أن يكتبوا هنا أحدكم الثلاثة وهنا النقص واحد لا من الصغير إلى الكبير بما أن الدالة متنقصة يركس المجال نقول هكذا نقول حسب مبرهنة نفس الشيء القيم المتوسطة فإن المعادلة أو للمعادلة F ل X تساوي 0 ماذا؟ حلا أو تقبل تقبل حلا وحيدا بيطا حيث هذا بيطا يكون ينتمي من ناقص واحد إلى غاية الواحد بعدما أنهينا مع الآن مع الحل بيطا نأتي الآن كذلك إلى الجزء الثالث لأنه وقال ثلاث علول إذن بما أنه قال ثلاث علول نأتي الآن إلى الجزء G يعني المجال يكون من هنا إلى هنا اللي هو المجال الثالث نقول كذلك بما أن الدالة F كيف هي؟ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال هذا من هو المجال؟ الذي هو من واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية والأمر الآخر وعندنا F لواحد تساوينا كم؟ تساوينا ناقص واحد وليمت F لإكس لما الإكس يقول إلى زائد ما لا نهاية تساوينا زائد ما لا لأنه هنا لا يمكن أن نقول وف لما لا نهاية لا النهاية تستهبو بكلمة النهاية نقول ومنه صفرة ينتمي إلى المجال من ناقص واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة F لإكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا اسمه غاما حيث ماذا؟ حيث غاما ينتمي من المجال من الواحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية أرجو قد فهمتم كيف تمت الإجابة على هذا السؤال لأنه يجدنا ثلاث حلول واحد اثنان ثلاثة حتى نفهم جيدا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير مهم جدا قال ثم أعطي حصرا بتقريب إلى عشر قوة ناقص ثلاثة للحل الذي ينتمي إلى المجال من ناقص اثنان إلى غاية الناقص واحد نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن قلنا هنا يجدنا ألفا أنه يجدنا الحل ألفا حيث F لألفا تساوي الصفر وعندنا هنا سميناه بيطا حيث F لبيطا يساوي الصفر وعندنا هنا غاما حيث قلنا F لغاما يساوي الصفر لكن في هذه الحلقة المجال من ناقص اثنان إلى غاية الناقص واحد إذا قلنا ها هو الناقص اثنان يعني من هنا إلى غاية هنا يوجد لنا تلك الألفا يقول أحدكم لماذا الناقص اثنان ليس هنا؟ يا أبنائي إذا كانت في هذا المكان أيوجد هنا الصفر؟ لا لأن قلنا الألفا يكون ما بين صورته تكون ما بين القيمة موجابة وقيمة سالبة حتى نفهم جيدا إذن الألفا حتى لا نكتل الكلام إذن الألفا يكون عندنا في هذا نقول هكذا نحن برهنة إذن نكتب هنا أولا إعطاء حصر لمن؟ للعدد إذا سميناه ألفا إلى عشر قوة ماذا؟ قوة ناقص ثلاثة حتى نفهم جيدا ركزوا هنا نقطة نقطة أبنائي كيفية تتم العمل لأنها في قضية حسابية نحن أولا أن نقلنا الدلة أنها تقبل حلا واحد من المجال من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد فهي تقبل حل من هذا إذن حيث عندنا هكذا نقول بما أننا ماذا؟ أف لمن؟ أف لناقص اثنان يساوي نأتي الآن إلى هنا إلى الدلة ونعوذ بناقص اثنان تصبحنا ناقص اثنان ليه ناقص تمانية وهنا تصبحنا ناقص ستة زائد واحد أكيد تعطينا ناقص واحد وعندنا كذلك أف قلنا للناقص واحد إنها ثلاثة وبرهنا نقول بما أن الدلة أف قلنا كيف هي؟ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال ما هو؟ قلنا المجال من ناقص اثنان إلى غاية ناقص واحد هذا الأمر مهم وعندنا كذلك هو الصفر قلنا ينتمي إلى الصور يعني من ناقص واحد إلى الثلاثة قلنا نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة أن للمعادلة أف لإكس تساوي الصفر حلا وحيدا ألفا قلنا حيث هذا ألفا نعطيه محصول ما بين الناقص واحد والناقص اثنان لكن الآن أراد مننا أن نعطيه حصرة أدق أدق من أن يكون ما بين الناقص اثنان وناقص واحد الآن تعالوا نطبق هنا عندنا خاصية تقول طريقة ديكتومي ما هي طريقة ديكتومي؟ نقول نتبع لإيجاد حصرة إلى عشر قوة ناقص ثلاثة لمن؟ للعدد ألفا نتبع طريقة اسمها ماذا؟ اسمها ديكتومي وهي موجودة لو جعلتم درس مبرهنة قيم المتوسطة لو وجدتم هذه الطريقة تسمى طريقة ديكتومي كيف هي هذه الطريقة ديكتومي؟ ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي إذن نأتي الآن إلى هذه الطريقة التي تسمى طريقة ديكتومي التي يفيد تقسيم المجالات كيف ذلك؟ أولا عندنا الآن فأكيد يكون قلنا محصول ما بين ناقص اثنان والناقص واحد تقول القاعدة هنا نأتي إلى مركز مجال مركزه نسميه أم أو نسميه أم نعم تعالوا كيف تقول القاعدة وركزه حيث يقول أم إذن نقول أم ماذا يساوي؟ يساوي أن هذه القيمة مركز المجال كيف يحسب؟ قيمة هذه زائد هذه على إثنان كأنما عندك فرضين تريد أن تجد معدلهم تصبح لنا ناقص اثنان ثم ناقص واحد على اثنان التي تعطينا كم؟ تعطينا ناقص واحد ونصف لتعطينا ناقص ثلاثة على اثنان لناقص واحد ونصف ونقوم الآن بحساب سورتها نقول و أف لمن؟ لناقص واحد ونصف يساوي نأتي الآن أبني إلى هذه الدلة هنا ونعوذ بالناقص واحد ونصف لما نعوذ بالناقص واحد ونصف سوف نجد صفرة فاصل مئة وخمسة وعشرون دقيقوا أرجوكم كيف تتم عملية نحن أن نعلم أن صورة الناقص واحد كم؟ وجدناها الثلاثة يعني وجدناها زائد وهذه صورتها وجدناها الناقص اثنان وجدنا صورته الناقص واحد تذكروا جيدا ماذا أقول يعني إشارته كيف هي السالبة إذن بين السالب والموجب يوجد السفر الآن هنا هذه كم وجدناها؟ وجدناها سالبة أم وجبة؟ وجدنا الصورة موجبة إذن بما أن وجدنا الصورة موجبة هل بين الموجب والموجب يوجد السفر؟ مستحيل ما بين قيمتين موجبة يوجد السفر إذن أين تكون؟ الآلفة يكون في هذه الجهة أعيد الآلفة يكون في هذه الجهة محصور لماذا أبنائي؟ لأن هذه الصورة كيف هي موجبة وهذه الصورة موجبة فمستحيل أن نجد ما بين الموجب والموجب السفر فهنا يكون الآلفة في هذا الأمكن آلفة ما زال هنا كيف تقول القاعدة؟ ثم الآن بما أنه يريد ثلاث أرقام وراء الفاصل عشر قوى ناقص ثلاثة فنأتي كذلك ونقوم بحساب أم فتحة الذي يساوينا كم؟ الذي يساوينا لاحظوا يساوينا ناقص هكذا ركزوا جيدا ناقص إثنان عندنا ثم هذا كم قلنا قيمته؟ قيمته قلنا ناقص واحد فاصل خمسة ثم نقل ناقص واحد فاصل خمسة على إثنان تصبح لنا أم فتحة ماذا تساوينا؟ هذه القيمة كذلك يساوينا ناقص واحد فاصل خمسة وسبعون نقوم الآن بحساب صورتها فتصبح لنا أف لناقص واحد فاصل خمسة وسبعون يساوي معناه نأتي إلى الدلة هنا ونعوذ بالآلة الحاسبة فلما نحسب هذه القيمة سوف نجد كم؟ نجد سفرة فاصل تسعة وثمانون معناه هنا يصبح لنا في هذا المكان هو أم فتحة أم قلت فتحة الذي قيمته هل سالبة أم مجابة؟ إنها مجابة الآن هل الألف أصبح محصول ما بين أم واحد أم فتحة وأم لا؟ ما زال في هذه الاتجاه لماذا لأبنائي؟ لأن هنا يوجد لنا القيمة سالبة وقيمة مجابة يجب أن يكون ما بين صورتي سالبة ومجابة حتى تفهموا جيدا إذن هذه سالبة وهذه مجابة نأتي مرة أخرى ونقوم بحساب أم فتحتين أم فتحتين كذلك كيف يحسب؟ نقول أم فتحتين يسوي لنا هكذا يسوي لنا ناقص واحد فاصل خمسة وسبعون ثم عندنا نقول يعني هنا ركزوا في هذا المكان هذا المكان هنا يعطينا ناقص واحد فاصل خمسة وسبعون ليس صورته إنما قيمته ثم الآن بعدها نجمع هذا مع هذا لما نجمعه كم يعطينا؟ قلنا ناقص اثنان على اثنان تعطينا ام فتحتين كم يسوي؟ بعدما نجري عملية عملية الحساب سوف نجد ناقص واحد فاصل ثممائة وخمسة وسبعون دقيقوا أرجوكم بعدما نقوم الآن بحساب صورتها اف لماذا؟ لناقص واحد فاصل ثممائة وخمسة وسبعون كم نجد بالآلة الحاسبة سوف نجد صفر فاصل صفر ثلاثة وثلاثون الآن كيف هي هذه القيمة؟ الصورة جاءتنا ماذا؟ جاءتنا مجابة فما زال في هذه الأمكنة حتى نصل إلى ثلاث أعداد وراء الفاصل يعني بالتقريب تصبح لنا هكذا دقيقوا أرجوكم نقوم الآن بحساب آم ثلاث فتحات الذي يسوينا هكذا يسوينا ناقص واحد فاصل ثممائة وخمسة وسبعون ناقص اثنان على اثنان أكيد لما نحسب هذه القيمة سوف نجدها ناقص واحد فاصل تسعة ثلاثة وسبعة وخمسة هكذا نقوم الآن بحساب صورتات سبحانا أفلي ماذا؟ ناقص واحد فاصل تسعة ثلاثة هكذا سبعة خمسة لما نقوم بحساب هذه القيمة نجد ناقص سفر فاصل ستة وأربعون الآن وجدنا أنه آم فتحاتين آم ثلاث فتحات آم ثلاث فتحات وجدنا صورته سالبة الآن بعدما وجدنا صورته سالبة وهذه الصورة مجابة فأين يكون يا أبناء يكون الألفة عندنا في هذا ما بين آم ثلاث فتحات وآم فتحتين معناها الألفة يكون هنا فيصبح لنا إذن نقول إذن حتى نفهم جيدا ركزوا أرجو إذن قلت نقول آلفة إذن لماذا؟ لأن صورة أصبحت لنا هذه الصورة سالبة وهذه الصورة مجابة بما أن الصورتين واحدة مجابة والأخرى سالبة فإن الصفر يقع بينهما فالآلفة تقع ما بين آم ثلاث فتحات وآم فتحتين فنقول أن آلفة ينتمي إلى المجال من ناقص واحد فاصل تسعة ثلاثة سبعة والمجال الآخر هو ناقص واحد فاصل ماذا؟ سبعة وثمانون هكذا أبنائي أرجو قد فهمتم وبما أن طلب عشر قوى ناقص ثلاثة ها هي أعداد ثلاثة أعداد وراء الفاصلة أرجو قد فهمتم إذن هذه القاعدة تسمى طريقة ديكتومي إذن قلت تسمى طريقة ديكتومي فقط أبنائي إذن هكذا أبنائي قد أثبتنا ذلك أو وجدنا حصر إلى عشر قوى ناقص ثلاثة للعدد ألفة أرجو قد فهمتم الفكرة إذن الفكرة الأساسية أنه يعطي لكم مجال إذا كان عندنا مجال آ وبي فأولا تقومون بحساب الآم ثم الآم لما تحسبونه الآم قلنا دائما يستوينا آ زائد بي على إثنان ثم تحسبون صورته إذا كان هذا سالب وهذا صورته مجب وجاءنا هذا مجب فنعود إلى هذه الجهة ونقول آم فتحة يسوينا آ زائد آم على إثنان ثم نقوم هنا بحساب هذه آم فتحة لما نحسب وحسبنا في هذا المثال صورتها وجدناها مجب فلا يمكن أن يكون في هذه الأماكن ثم بعدها نقول آم فتحتين يسوينا ماذا يسوينا آ زائد آم فتحة على إثنان لما حسبنا الصورة فوجدنا هنا آم فتحتين وجدناها قيمة مجابة ما زال الحصر لا يقع في هذه الجهة بل في هذه ثم نأتي الآن وحسبنا آم فتحتين ثلاث فتحات فأصبحت ماذا آم زائد آم فتحتين على إثنان فلما أصبحت أصبحت لنا آم عفوا من هنا آم ثلاث فتحات وجدنا الصورة كيف هي الصورة سالبة فأكيد يصبح لنا في هذه الأماكن هنا يعني في هذه الأماكن هنا يصبح لنا آل ففي هذا المكان فأصبح محصور ما بين قيم مقربة إلى عشر قوى ناقص ثلاثة حتى تفهموا جيدا لأن هنا تم إذن قلنا نحن بالتقريب يعني نقربها لهذا عندنا هذه لما قربناها أصبحت كذلك ناقص واحد فاصل سبعة وثمانون أو ثمانية وثمانون إذا لما حسبت وجدنا هذه القيمة ثم حسبنا الصورة الأخرى فتحصلنا على آل فأنه محصور ما بين ناقص واحد فاصل تسعمائة وسبعة وثلاثون وناقص واحد فاصل سبعة وثمانون أرجو قد فهمتم الفكرة كيف تتم عملية الحصر بطريقة جد بسيطة تسمى طريقة ديكتومي وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته